رئيس السيسي يلتقي رئيس التنفيذي لشركة أباتشي ويؤكد الحرص على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات خلال مؤتمر صحفي مدبوني يؤكد أن الاستثمارات زادت 15 ضعفاً عن السابق ويشدد على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات أبو الغيت يؤكد أن الأزمة في السودان لها أبعض خطيرة ويشيد بقمة العربية كخطوة لحل الأزمة في الخرطوم السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جريمتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو لدفع أوتر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة لسيما في المجالين العسكري والأمني وخلال اجتماع آخر استقبل الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي جون كريستمان ونائبي رئيس الشركة حيث أكد الرئيس السيسي على حرص مصر لتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات ولزيادتها استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ونائبي رئيس الشركة بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء شهد متابعة أنشطة شركة أباتشي في مصر وبرامجها الحالية فضلا عن خططها خلال الفترة القادمة لزيادة حجم أعمالها في مجالة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز حيث سمن السيد الرئيس في هذا الصياق النجاحات المتميزة للشركة في مصر على مدار حوالي 30 عاما والتي جعلتها أكبر منتج للبترول في البلاد مؤكدا حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات لسيما البترول والغاز من جانبه سمن الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي تجربة التعاون الإيجابية مع مصر على مدار العقود الماضية مؤكدا أنها تمثل قصة نجاح ونموذجا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط ومشددا على التزام أباتشي بشراكتها الراصخة مع مصر في ضوء توفر العديد من الفرص الوعيدة لتحقيق اكتشافات جديدة الأمر الذي يشجع الشركة على تعزيز جهودها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة كما عرض السيد كريستمن الدور الذي تقوم به الشركة لخدمة المجتمع المصري في مجالات مختلفة في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركة في هذا الصدد أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضا إلى التبحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة في ضوء رئاسة السيد جون كريستمن لمجلس الأعمال المصري الأمريكي وعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتشعبة بين البلدين كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جوايدو كروسيتو وزير الدفاع الإيطالي وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ولواء بحري جوزيبي دراجوني رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية إلى جانب السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة اللقاء شهد تأكيد الحرس المتبادل على موصلة تعزيز الروابط التاريخية والوثيقة بين البلدين ودفع أطر التعاون السنائي على مختلف الأصعيدة خلال الفترة المقبلة لا سيما في المجالين العسكري والأمني حيث أشد وزير الدفاع الإيطالي بدور مصر الجوهري في الحفاظ على الاستقرار في منطقتين الشرق الأوسط والبحر المتوسط كما تطرق اللقاء إلى بحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتم تأكيد ضرورة تضافر المساعي للدفع قدما بأليات مواجهة التحديات العابرة للحدود وثمن الجانب الإيطالي الجهود المصرية الفاعلة في هذا الإطار كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري حيث تم الاتفاق على الاستمرار في تطوير تعاون القائم على هذا الصعيد وفيما يتعلق بمستجدات القضايا الإقليمية لا سيما، ليبيا والسودان توافقت وجهات النظر حول أهمية دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة في إطار الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها بما يلبي تطلعات الشعوب نحو استعادة الأمن والاستقرار والانطلاق نحو التنمية والازدهار أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تنفذها الدولة جاءت تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية مشيرا إلى أنه تم التوافق على وضع برنامج زمني وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسم اللي قدامنا بيوري تطور حجم الاستثمارات اللي كانت بتقوم بيها الدولة والقطاع الخاص مع بعض اعتباراً من عام 2005 لغاية الوقت الحالي وعايز بس أقول لحضراتكم حاجة مهمة جداً لنا كلنا كمصريين احنا كنا في 2005 و2006 اجمالي الاستثمارات اللي بيقوم بيها القطاع الخاص والدولة مع بعض كانت 115.7 مليار جميع احنا السنة الجاية اللي هي 2023 2024 الاستثمارات اللي موضوعة اللي موضوعة تريليون و640 يعني كده حضراتكم تقدروا تقولوا تقريباً على مدار هذه الفترة احنا زودنا 15 ضعف الاستثمارات كما أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم التوسع في إصدار الرخصة الزهبية من أجل تبصيط الإجراءات وأضاف مدبولي أن الموافقات على إنشاء الشركات ستكون في خلال عشرة أيام عمل مشيراً إلى أنه تم إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات عدينا وثيقة سياسة الملكية بتاعت الدولة وفخامة الرئيس تفضل بالتصديق عليها في آخر ديسمبر من العام الماضي وهي دي بالنسبة لنا اللي شغالين عليها بقوة كبيرة جداً كدولة إزاي نمكن القطاع الخاص أنه يزيد من مساهماته ودي اللي بالنسبة لنا زي ما قلنا دستور اقتصادي للدولة بنشتغل عليه إحنا الحقيقة كان توسعنا في إصدار الرخص أو الرخصة الزهبية ودي كانت مادة موجودة في قانون الاستثمار من 2017 ولم يتم تفعيلها بدأنا نفعلها 15 شركة تم منحوهم الرخصة بالإضافة إلى طلبات أخرى من شركات أخرى النهاردة بندخلها ويمكن كان أحد التوجيهات اللي حتشفوها أن كان القرار الأول أن اللي يستمتع بالرخصة الزهبية هي فقط المشروعات الاستراتيجية والمشروعات الكبيرة كان أحد المتوصيات أن لا نتوسع في إصدار الرخصة الزهبية لمشروعات كثيرة جداً علشان نسهل من الإجراءات للمزيد من المتابعين نضم إلينا عبر الهاتف دكتور وليد جابالة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع دكتور جابالة رئيس الوزراء أكد أن رئيس السيسي وجه بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار لكن السؤال إلى أي مدى تساهم تلك القرارات في جذب المزيد من الاستثمارات أهلاً وصلاً بحضراتك وبكل أستاذ المشاهدين وبالتأكيد قرارات مهمة وشاملة ففي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برعاية بقيادة الرئيس عبدالبتح فيه وبحضوره طبعاً بنلاحظ أن التوصيات والقرارات التي صدرت عن الاجتماع هي توصيات شاملة تشمل كافة القطاعات وكافة العناصر ولكن كان القطاع الخاص على صدر الاهتمام فالهدف يبدو واضحاً بأن القادم هو القطاع الخاص وأن الدولة تشجع القطاع الخاص بصورة كبيرة جداً الدولة تبدأ مع القطاع الخاص من خلال تلك الإجراءات بتسهيل قصوله على الأراضي الافتناعية والأراضي الاستثمار ثم تدعمه من خلال أيضاً تلك التوصيات بتسهيل قصوله على الترخيط سواء الرخصة الذهبية أو الرخصة أو الترخيط العادية في مدة وجهزة جداً ثم تنتقل بعد ذلك إلى تقديم الكثير من الحوافز التي تساعده على حسب طبيعة النشاط الذي يعمل به كما أنها تدعم حصوله على التمويل المطرفي من خط التكلفة بصورة تدفعه إلى النشاط أيضاً تشجع القطاع الخاص على الحصول على التمويل من مؤسسات التمويل التنموي تبتكر آلية لتسهيل حصوله على مستلزمات الإنتاج بصورة سريعة السياسات الضريبية والرسوم كانت محور مهم جداً حيث تم التوجيه بإصدار وثيقة للسياسات الضريبية التي يوضح فيها مستجدات الضريب خلال سنوات قادمة خلال خمسة سنوات قادمة المستثمر يكون عارف اللي ممكن يضطرد عليه ضريب حتى لا تكون هناك تكلفة لم يكن يدركها في دراسات الجدوى إلى جوار ذلك عدم فرد أي رسوم من أي جهات خلاف المنصوص عليها بخير يكون المستثمر يعلم جيداً عند دراساته للمشروع بكافة التكاليف التي من الممكن أن يواجهها خلال عمله في المشروع القرارات والتوصيات التي صدرت هي توصيات شاملة تراعي كافة الأبعاد الأهم أنها ملزمة فقرارات المجلس الأعلى للإستثمار هي قرارات ملزمة للوزرات وأصبح هناك وقت محدد تنفس في هذه الكرارات في الجنفة القادمة للمجلس يجب عليه أن يتابع ما حدث في تلك الكرارات والتوصيات حتى يستثمر يعني المستثمر على أرضية صلبة طب بالحديث عن إصدار الرخصة الذهبية كيف تسهم في زيادة الإستثمارات وأيضاً في تسهيل الإجراءات طبعاً الرخصة الذهبية إحنا لا نتبذأش فيها من الصد الرخصة الذهبية كانت موجودة في الأساس في القانون ولكنها كانت غير مفاعلة منذ المؤتمر الاقتصادي اللي دعا إليه الرئيس كان هناك مطالبات لرجال الأعمال بتفعيل الرخصة الذهبية وتوسيع نطاقها وكان هناك استجابة من السيد الرئيس بالتوجيه نحن إصدار الرخصة الذهبية والتوسيع من نطاقها وهو ما بدأت في الحكومة بالفعل نحن الآن عندما نجد الرخصة الذهبية في قرارات المجلس لأعمال التمار الأمر يعني أن هناك مزيد من التوسع في إصدار تلك الرخصة المهمة التي من خلالها يتمكن المستثمر من الحصول على رخصة واحدة تغنيها عن كافة أنواع الترخيص بما فيها ترخيص البناء إذن فالتوسع في هذه الرخصة يكون له ضر كبير جدا في تسهيل مهمة بدء الأعمال لأن هناك فترة في يكون المستثمر فيها حريص على أن تكون قصيرة هي الفترة منذ أن يكون المستثمر المشروع فكرة إلى أن ينتج ويدر عائد فهذه الفترة لما بالطول تكون تمثل تكلفة مرتفعة على المستثمر لما يتم خفض هذه الفترة من خلال إصدار رخصة ذهبية تمكنه من البدء سريعا في نشاطه هذا الأمر يؤدي إلى خفض التكاليف مما يشجعه على العمل ويؤدي إلى أن يكون المنتج الذي ينتجه من خلال هذا المشروع أكثر في نفسه نعم دكتور وليد جبلة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس أهلا بك كريم يعني جملة من الإجراءات أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء اليوم خاصة بزيادة الاستثمارات وبغيرها من التوصيات اجمل لنا النقاط الرئيسة في هذا المؤتمر تفضل تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل هذه القرارات هامة جدا وهو 22 قرار تم اتخاذهم بالفعل من المجلس الأعلى للاستثمار بجانب بعض القرارات الأخرى من مجلس الوزراء وطبعا هذا بيئة تعاون مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص ورجال الأعمال من القطاع الخاص من أجل سماع وجهات النظر من جميع الأطراف للوصول لحلول واقعية يتم تنفذها على أرض الواقع ليس فقط مجرد قرارات ولكن كيفية وآليات التنفيذ هي الأهم إذا بدأنا بفكرة الرخصة الذهبية والتيسير والتسهيل على القطاعات المختلفة في الاستثمار فكانت متعلقة بمجالات معينة فقط أو مجالات استراتيجية فقط أو زراعات استراتيجية فقط تم توسيع نطاق الرخصة الذهبية لجميع المجالات بدون استثناء بل وعلى العكس أيضا تم فتح الباب للاقتراحات إذا رأى المستثمر أن هذا الملف أو هذا الجانب من الاستثمار يستحق الرخصة الذهبية مجرد عرضه على وزارة الصناعة والمجلس أعلى للاستثمار عن طريق مجلس الوزراء يتم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا المجال داخل الرخصة الذهبية هذه كانت نقطة أيضا كان هناك تيسيرات خاصة فيما يتعلق بالاستثمار إما بالحصول على الأراضي أو الترخيص الخاص بها الأراضي أو حتى ترخيص الاستثمارات في حد ذاتها أيضا ذلك عن طريق إما تسهيل إجراءات الحصول على الموافقة الخاصة بالمجال نفسه سواء كان زراعة أو صناعة أو غيره من الاستثمارات المختلفة عن طريق المنصة الإلكترونية ليس فقط الشباك الواحد ولكن أيضا منصة الإلكترونية والاستعلامات التي كانت تأخذ وقت طويل وبيروقراطية وأوراق كثيرة جدا للحصول على هذه التيسيرات أصبحت الآن خلال عشرة أيام فقط ليأخذوا هذه الموافقة وإذا لم يتم الرد خلال عشرة أيام تعتبر هذه موافقة دبنية لتنفيذ هذه المشروعات ليس هذا وحسب ولكن أيضا بعض الحوافز كانت أيضا متعلقة بدفع فقط المقدم الخاص بهذا الاستثمار أو بناء المصنع على سبيل المثال ثم بعد ذلك يعني إعفاءات ضريبية وأيضا إعفاءات أو تأخير وإعطاء فترة سماح لاستكمال باقي أموال هذا الاستثمار أو هذا المصنع على سبيل مثال لمدة عامين على الأقل ليكون هذا المستثمر قادر على استثمار في هذا المجال وله عامين كاملين بدون أي ضرائب أو بدون أي أطراف أخرى تستحق عليه من أموال لوزارة الاستثمار أو غيرها من القطاعات المختلفة ليكون كل هذه الأموال مباشرة لهذا الاستثمار أيضا كان هناك جزء خاص بالمبتكرين وأيضا ريادة الأعمال وفتح باب جديد للشباب عن طريق وحدة خاصة داخل مجلس الوزراء ليتم تقديم هذه المشاريع الرائدة لمجلس الوزراء ويتم دراستها بشكل أسرع من المؤتد ليتم التعامل معها وتنفيذها بفعل على أرض الواقع أما إذا تحدثنا عن نسب الاستثمار كانت من قبل مئة وخمسة وعشر مليار جنيه فقط خلال الفترة الماضية ولكن وصلت الآن إلى أكثر من تريليون وستمائة وأربعين مليون جنيه وهذه زيادة بما يقرب خمسة عشر داعفة تقريبا لهذه الاستثمارات أما بالنسبة للإستثمار الأجنبي وكيفية تسهيل الإستثمار الأجنبي وهي في جانب أيضا المنصة الإلكترونية ولكن تم وضع الجدول لهذا المشروع أي أن كان نوع المشروع جدول معين بفترة زمنية معينة ليتم فيها الانتهاء من كامل الإجراءات نعم كاريم بيبرس أشكرك شكرا جزيلا من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعية بالعاصمة الإدارية الجديدة إن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكلفات وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية وأضاف رئيس الوزراء أن دولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذبا للاستثمارات والعمل على تيسير الإجراءات وحلال المشكلات التي تواجه المستثمرين وحول ملف توفير السلع بالأسواق شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكتيف جهود لمتابعة توفر مختلف السلع في الأسواق لسيما الأساسية منها والعمل على تحقيق أعلى درجات الضبط لهذا الملف وحول حصاد محصول القمح أكد مدبولي أنه يتابع بشكل يومي أعمال توريد القمح من المزارعين مشيرا إلى أن هناك اهتماما وحرصا كبيرين بسرعة الصرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بتوريد الأقمح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي القوى العاملة والشباب والرياضة وذلك في مجال تدريب وتشغيل وتنمية مهارات الشباب يستهدف البروتوكول تقديم أفضل الخدمات للشباب من خلال إعداد ملتقيات التوظيف المشتركة ميدانيا وإلكترونيا لتوفير العمل اللائق للشباب والعمل على تدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة ويلزم البروتوكول وزارة الشباب والرياضة بتوفير أماكن إقامة ملتقيات التوظيف والدورات التدريبية داخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للوزارة وبتوفير المدربين المعتمدين والمدريات التابعة لها لتقديم التدريبات المشتركة في مختلف مجالات التعاون أقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهوده جذبي وتعظيم سياحة اليخود بمصر وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف منقشة عدد من الملفات المتصلة بقطاع سياحة اليخود في إطار الحرص على تعظيم عوائد هذه الصناعة وتدليل بعض التحديات لتسريع وطيرة انطلاقها وكلف مدبولي وزارتين نقل والسياحة بإعداد حملة ترويجية للسياحة اليخود في مصر وما تم من جهود في الأونة الأخيرة لتيسير الإجراءات وتدليل العقبات لتوفير رحلة سياحية متميزة شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في مدينة جدة السعودية ناقش الاجتماع وجدول أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين ومشروعات القرارات التي سترفع لها والتي تتضمن عددا من القضايا السياسية المهمة في مقدمتها الأزمة في السودان وتطورات الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية كما ناقش الوزراء ملفين أحدهم اقتصادي يتصدره موضوع وتطوير السياحة العربية وآخر اجتماعي يتصدره موضوع العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة وللمزيد من المتابعة من مدينة جدة السعودية موفد التلفزيون المصري إلى هناك منذر أبو دوحة منذر اطلعنا على أبرز ما تم في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب تحياتي ليكي بجاتا هو المؤسسات المشاركة المساعدة وذلك سعادة هذا المشاركة وذلك بسبب المشاركة الموافد السوري بأول الموافد بعد قرار الجامعة العربية بالعودة السورية إلى موقع في قلب الجامعة العربية وهو ده بعد قد تحديدها الجلسات العربية بين مصورة الخارجية العرب قد الجلسة العربية مرتشت عدد من مضايا سواء الكامل وكذلك عدد من أفل المتصادية وتحالك السياسية تابعنا كذلك تأكيد وزير خارجية السورية بمشاركة الرئيس السورية في القمة العربية في وتحديدها العودة السورية وتأكيد على عودة سوريا إلى خلف الجامعة العربية كلام التحديد في Dreaming harb ويبت تحديدها العودة على القادمة من كابقة الجامعة والم حanderية الشراء الخاصة بوجو...' وهي هو السعادة النفع الرفع الى خطة الماء العربية والسئلسية الاسباحة بعد غد مشاركة. بطبيعة تتخلق مع التواصلات الخاصة في الاسباح السلطانية والاقفال من الشراء السلطانية. عوالة ترحب الصدع والأفرق على الجامعة السلطانية وفذلك ما تم نقشة ما تم المفعوضات وفكرة مجالاتية التحصول على التسابيع بين الاسباح السلطانية. يوحف مصدر الله وآخر الضورات الاسباحة السلطانية. بطبيعة تتخلق مع التواصلات الخاصة في الاسباحة السلطانية والسلطانية. سوحيد القواهد السلطانية بين السلطانية والسلطانية في الاسباحة السلطانية والسلطانية. نعم منذر أبو دوح موفد التلفزيون المصري الى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الملقرر انعقادوها في مدينة جدة السعودية. كنت معنا شكرا جزيلا لك. قال احمد ابو الغيت الامين العام لجماعة الدول العربية. قال ان الازمة في السودان لها ابعاد خطيرة. واعتبر ابو الغيت خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة. ان القمة العربية تمثل خطوة مهمة لحل الازمة في السودان. واقول هنا ان العرب لن يتركوا اخوانهم في السودان وحدهم. فنحن نواكب التطورات ونقدم كل الدعم الممكن. وقد شكل مجلسكم الموقر مجموعة اتصال لهذا الغرض في السابع من هذا الشهر. ورأينا جهدا كبيرا محموما متواصلا للوساطة قامت به المملكة العربية السعودية هنا في جدة. ولكن الامر مرهونا في المحصلة بارادة السودانيين وقياداتهم لوضع حد لهذا الانحضار واسكاة البناطق في اسرع وقت. وبرغم ان الازمات في سوريا واليمن وليبيا ما زالت قائمة من دون حل شامل او تسوية النهائية. الا انها تمر بمرحلة من الجمود التي تسمح بمقاربات جديدة. وقد حدث بالفعل تحريك للمياه الراكدة في عدد من هذه الازمات. واتخذ مجلسكم الموقر قرارا في سبعة مايو حول سوريا انطوى على مقاربة شاملة للازمة. ومهدت طريق الانخراط عربي اكبر واكثر فاعلية في تعزيز التسوية. ومعالجة التباعات والاثار التي لحقت بسوريا. ودول الجوار في السنوات الماضية. اكد وزير الخارجي السوري فيصل المقداد ترحيب سوريا بأي دور عربي يحقق اهداف العمل المشترك لمواجهة تحديات المرحلة القادمة. وقال المقداد في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحذيري لأعمال قمة العربية. ان سوريا ترحب بأي دور عربي لاعادة الاعمار وعودة اللاجئين. تطرقنا الى موضوع اللاجئين. واكدنا من الجانبين ان هذا اللاجئ يجب ان يعود الى سوريا. وسوريا ترحب بكل ابنائها. لا يمكن لسوريا ام لا ترحب ولو بمواطن سوريا واحد يود العودة الى وطنه. طبعا هذه العودة تحتاج الى امكانيات حتى تشجعه. لكن نحن سواء شجعته الدول الغربية. ام لم تشجعه فاهلا وسهلا به. عقد الاجتماع الاول لمجموعة الاتصال العربي الوزرية المعنية بمتابعة تطورات الوضع في السودان على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بجدة. شارك في هذا الاجتماع وزيراء خارجية مصر والسعودية. وامين عام الجامعة العربية الذي اكد على اهمية التوصل لوقف فوري ومستدام لاطلاق النار. حفاظا على مقدرات شعب السودان الشقيق ومؤسساته الوطنية. بالاضافة الى اهمية التعامل مع الازمة السودانية. باعتبارها شأنا داخليا وبمحورية دور دول الجوار ومجموعة الاتصال العربية في معالجة الازمة. واشاد اعضاء مجموعة الاتصال بجهود عدد من الدول العربية. منها مصر في تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق. مؤكدين مواصلة جهود المجموعة ومساعيها الحميدة مع كافة الاطراف السودانية. وبتنسيقها مع التجمعات والشركاء الاقليميين والدوليين. للتوصل الى حلول للازمة. مع دعوة المجتمع الدولي لتوفير الدعم الانساني والطبي العاجل للشعب السوداني. تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الاعلى لقوات المسلحة. وفي اثار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والازمات. أقلعت طائرات نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية الى مطار بورسودان. محملتين بأطنان من الشحنات الطبية للمساهمة في تخفيف الاعباء عن كهل المواطنين. تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة. وفي اطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والازمات. أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية الى مطار بورسودان. محملتان بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كاهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية للمساهمة في تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين. وفي سياق المتصل تم صفر عدد من اعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية والمقرر عودتهم لاستئناف مهام عملهم بالقنصلية المصرية في بورسودان. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحلة ضخيخة والحارجة اللي زي ما قلت ان شاء الله يمر منها. مصر لن تألو جهداً في سرعة انهاء الأزمة الحالية في السودان. وأيضاً لن تألو جهداً في عودة الحياة لطبيعتها لإخواننا السودان. وبنقول لهم ان شاء الله السودان زي ما عودنا دايماً يعدي أو يمر من هذه الفترة الصعبة بجود أبناه وبتمسكهم وتضامنهم. نتقدم بكل شكر وكل شكر وعيات الشكر والأرفال للرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاكله المجهودات والمغدرة. وهذا يدلع ندلعنا على خصوصية العلاقة بين سودان ومصر التي يظهر في جزور التاريخ العميق. يمكن مواقف جمهورية مصر العربية لا تعدل تحصى تجاه شعب سودان في كل الملمات والكوارس التي تحضر خلال السنوات الماضية نحن من هذا ندلعنا قوة العلاقة وخصوصيتها بين مصر والسوان. نحن برضو للمرة التانية نشاكله للسيد الرئيس جمهورية مصر العربية على رعاية هذا المجهود. ونظمن أن المسائل تدور تعود العلاقة بين البيانين كما كانت. والمور تسير بين البيانين كما كانت إن شاء الله. يأتي ذلك تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني. وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف. وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم. هذا ويتوصل توافض المصريين والسودانيين ورعاية دول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين. للمزيد معنا من أمام إحدى المعديات بمعبر قسطل الحدودي مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلاً بك محمود. ما الصورة لديك اليوم؟ نعم بعد التحية الصورة اليوم يعني تؤكد ازدياد أعداد القادمين من معبر قسطل في الحدود المصرية السودانية وصولاً إلى هنا في ميناء أبو سنبل النهري. أقف تحديداً في إحدى المعديات وهي المعدية التي استحدثتها محافظة أسوان لنقل القادمين من معبر قسطل وتحديداً في مرسى حجر الشمس إلى أن يصلوا إلى هنا في ميناء أبو سنبل النهري. هذه المعدية وصلت منذ قليل محملة بعدد من الحافلات وأيضاً يعني الوافدين من معبر قسطل ويعني انتقلوا إلى مدينة أسوان أو كاركر. هذه المعدية تأكدنا أيضاً من وجود أعمدة الإنارة التي أضفتها محافظة أسوان وأكد لنا أيضاً يعني المسؤولين عن هذه المعدية وجود أعمدة الإنارة في الطريق المؤدي إلى معبر قسطل حتى يتصنى لهم يعني العمل الليلة نهار على مدار اليوم لنقل أكبر عدد. حتى الوقت الذي نتحدث فيه ومنذ السابع صباحاً وصل أحد عشر أوتوبيساً حتى الآن عبر هذه المعدية وهناك أيضاً بعض المعديات التابعة للقوات المسلحة تعمل أيضاً بنقل العائدين من معبر قسطل فاليوم كان هناك عدد كبير في الوفود وفي التنقل من معبر قسطل حتى هذا الميناء هذا بالإضافة إلى أنه يتم الاستمرار في تقديم كل الخدمات الطبية والخدمات الإغاثية للوافدين وأيضاً يعني في هذا البر الآخر يعني كنا قد لحظنا منذ قليل أنه يوجد عدد من الحافلات التي يعني تنتظر الوفود القادمة من معبر قسطل أيضاً كان لنا يعني اليوم يعني تواصل مع مسؤول الهلال الأحمر للتعرف على آخر الخدمات التي تقدم لكل الوافدين من معبر قسطل وأكد لنا استمرار كل الخدمات الطبية والإغاثية وتوافر كل الأطقم الطبية الأطباء البشريين من مختلف التخصصات والأطباء السيادلة أيضاً ووجود متابعة لكل الحالات خاصة مساء أمس يعني تقريباً من التاسعة من مساء أمس حتى السادسة من صباح اليوم كانت هناك متابعة لإحدى الحافلات التي قد تعطلت على معبر قسطل وتم انتقالهم مترجلين وصول إلى حتى هذه المعارضة نعم محمود نعم محمود نعم محمود نعم محمود نعم محمود وإستقلال السيارات التابعة للهلال الأحمر فكل الكدمات متواصلة حتى الآن وسط التواصل نعم محمود جميل أشكرك شكراً جزيلاً التقى الفريق أول محمود زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير الدفاع الإيطالي جيدو كروزيتو والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً تناول اللقاء آخر المستقدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين قوات المسلحة لكل الجانبين التقى الفريق أول محمود زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بسيد جويدو كروزيتو وزير دفاع جمهورية إيطاليا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل الجانبين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الممتدة مع جمهورية إيطاليا في مختلف المجالات والتنسيق المشترك بين البلدين مشيراً إلى توافق الرؤى لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة من جانبه أكد وزير دفاع جمهورية إيطاليا حرص بلاده على دعم أفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول بحري جوزيبي كافو دراجوني رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا والسفير الإيطالي بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية نجح مركز الاستجابة لتوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك المركزي المصري في الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية بعد استفاء وتلبية جميع المتطلبات التقنية والتنظيمية في فترة زمنية وجيزة ليصبح أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليا في جمهورية مصر العربية يتي ذلك في ضوء استراتيجية البنك المركزية لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السبراني بالقطاع المالي والمصرفي وتتويجا لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي خلال السنوات الأربع الماضية وحرصه على اتباع المعايير والمواصفات الأمنية الدولية والامتثال لها والتأكد من تطبيقها ما ساعد على نحو كبير في سرعة اكتياز يميع عمليات المراجعة والتطقيق المنفذة من قبل المختصين بمنظمة فرستان دولية على مدار الأشهر الأربع الماضية والآن مشاهدين الكرام مع جولة اقتصادية وفاتيمة خليل أهلا بك فاتيمة أهلا بك سحر ناجي أهلا بك في نوع التوفيق وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة أكد وزير البترول طارق المولى أنه تم الانتهاء من عمليات التقييم الفني لبوابة التعدين ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في مجال الترول والغاز ضف الوزير خلال اللقاء مع وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية في مصر أن بوابة التعدين ستحتوي على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المدنية بمصر أكدت وكيلة وزارة التجارة للتجارة الدولية الأمريكية ماريسا لاغو أن مصر تعد شريكا اقتصاديا واستراتيجيا رئيسا للولايات المتحدة وأكبر سوق تصدير في القارة الأفريقية ذكرت السفرة الأمريكية بالقهرة أن وكيلة وزارة التجارة للتجارة الدولية ماريسا لاغو بدأت زيارة رسمية إلى القهرة على رأس وفد أمريكية للمشاركة في رئاسة الاجتماع الافتتاحي للجنة الاقتصادية الأمريكية المصرية المشتركة ومن المقرر أن تجتمع وكيلة الوزارة الأمريكية مع قادة من القطع الخاص وتدير مائدة مستديرة حول كيفية دعم الشركة الأمريكية لتنفيذ مبادرة صح المرأة المصرية تواصل عمليات توريد القمح المحلي واستلامه في محافظة الصوت أعمى لها بانتظام خلال الموسم الحالي على مستوى الصوامة والمطاحن والشوان والهناجر البلغ عددها 28 موقعاً تخزينياً بمختلف مراكز ومدني وقرى المحافظة وقد بلغ إجمالي الكميات المواردة من القمح منذ بداية الموسم نحو 49 ألف طن واستهتمام كبير من كافة الجهات المعنية بتقديم كافة التيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاب وحتى التوريد في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً خلال التعملات وسط صدور عدد من البيانات والقرارات الداعمة لأسعار الخام وعلى صعيد التدولات ارتفعت العقود الأجلة لخام النفط القياسي ترينت بنسبة 58% ليصل إلى 75 دولار وثماني سنتات للبرميل كذلك زادت أسعار العقود الأجلة لخام غرب تكسيس الوسيط الأمريكي بنحو 74 مئة بالمئة ليسجل نحو 71 دولار وستين للبرميل وتفعت أسعار المزوط العالمين بنسبة 300 مئة بالمئة لتصل إلى دولارين واربعين سنت للتر ترجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 21 مئة بالمئة لتسجل نحو دولارين واربع وثلاثين سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أكد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن الوضع في سوق النفط العالمي مستقر تماما بشكل عام جاءت تصحات الرئيس الروسي في اجتماع حكومي وأضاف بوتين أن روسيا خفضت إنتاج النفط مؤكدا أنه عند المستوى المطلوب وأشار الرئيس الروسي إلى أن جميع قرارات موسكو بما في ذلك المتعلقة بالخفض الطوعي للإنتاج متطبطت تحديدا بالحاجة للحفاظ على بيئة سعرية معينة في الأسواق العالمية وأنها تتم عبر التواصل مع دول الأعضاء في أوبت بلس موسيقى مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لسحر ونوها لاستكمال ما تبقى من السدسة شكرا جزيلا لك فاطيما تتواصل اليوم الثاني فعليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات يتناول المؤتمر والمعرض الذي تتواصل فعلياته حتى الغد يتناول كافة الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني حيث تتنوع أجندة المؤتمر والموضوعات التي ستتم مناقشتها في المؤتمر والمعرض مؤتمر كونه متخصص في مجال أمن معلمات دي حاجة مهمة جدا لأن مصر ما فيهاش مؤتمرات كتير قوي بتتكلم عن الموضوع ده ومحتاجين حاجات زي كي تتعمل كل فترة لأنه المخاطر اللي بتحصل بسبب التحول الرقمي وسوق استخدام البيانات بتحصل بتزيد كتير مستواهب مختلف من أفراد لشركات المؤسسات فمؤتمرات زي كده بتقرب مسافة بين الناس اللي رغبين انهم يحصلوا على خدمات تشرية والشركات اللي بتقدم خدمات زي كده في سوق بالنسبة للمستخدمين أو الخطوة بتبقى التوعية لازم المستخدم بيقى الأول حريص أنه هو يبقى وعي أن إزاي يستخدم انترنت والوسائل بتاعته استخدام آمن لأن دي تقى مسؤولية شخصية عليه في الأول ومسؤولية المؤسسات والجهات اللي هو بيشغال فيها أنها تعمله دورات تدريبية عشان إزاي يقدر يتعرف على وسائل الاحتيال عشان ما يعاش فيها زي ما بتشوف بنوك بتعمل دعاية لحاجات زي كده بسبب مشاكل كتير بتحصل بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة وتبقى التذكير بالعنوي الرئيس السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة أفاتشي ويؤكد الحرص على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات خلال مؤتمر صحفي مدبولي يؤكد أن الاستثمارات زادت 15 ضعفا عن السابق ويشدد على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات أبو الغيط يؤكد أن الأزمة في السودان لها أبعاد خطيرة ويشيد بالقمة العربية كخطوة لحل الأزمة في الخرطوم وصلنا وإياكم إلى نهاية الدقاء شكرا لكم وإلى اللقاء